اعزائي طلبة الطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم مع موضوع جديد من موضوعات الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم موضوعنا النهاردة عن انتماء عنصر لمجموعة طيب خلينا الأول نفتكر ايه اللي احنا تكلمنا فيه في الموضوع اللي فات اتكلمنا عن ايه هو مفهوم المجموعة وازاي بنعبر عنها وازاي كمان بنرسم أشكال فين وطريقة الصفة المميزة وطريقة كمان السرد تعالوا مع بعض كده نفتكر اللي احنا أخدناه في الحلقة اللي فاتت لو جيوا قالي ان احنا هنتكلم عن التعبير على المجموعة ورسم لي شكل فين اللي احنا شايفينه قدامنا ده وطالب مني ان انا اطلع العناصر اللي موجودة لكل مجموعة تعالوا كده نبصوا مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقت انا عندي المجموعة سين بداخل المجموعة صاد بمعنى العناصر اللي موجودة في سين هي نفسها موجودة داخل عناصر المجموعة صاد طيب زي ما اتفقنا مع بعض بمشي على الدايرة بتاعت سين الدايرة بتاعت سين لو مشيت عليها هلاقي فيها من؟ هلاقي فيها الخمسة والستة فبالتالي هتكون عناصر سين هي الخمسة والستة طب عناصر صاد هل انا بحذف العناصر اللي موجودة في سين واكتب صاد بس؟ لا صاد فيها الخمسة والستة والاربعة والسبعة فبالتالي إن أنا بشوف العناصر بتاعتي كلها وببدأ إننا نكتبها تعالوا مع بعض كمان نشوف مثال آخر على الموضوع ده لو جينا عندنا رسم لي رسمة زي كده سين وصاد وعين وطلب مني إن أنا أحدد العناصر اللي موجودة بس في سين وصاد طيب لو أنا مشيت على الدايرة بتاعت سين هلاقي إن أنا معي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة طيب لو مشيت على الدايرة بتاعت صاد هلاقي معي الواحد والاثنين والخمسة والستة إيه الرقمين اللي أنا قلتهم أو إيه العنصرين اللي أنا قلتهم في سين وفي صاد مع بعض بالضبط كده الواحد والاثنين فبالتالي هلاقي إن عناصر المجموعة سين وعناصر المجموعة صاد هي اللي موجودة في الاثنين العناصر المشتركة ما بينهم هي الواحد والاثنين طيب لو أنا سألت نفس السؤال على المجموعة صاد والمجموعة عين هلاقي ان العناصر اللي موجودة في المجموعة صد هي الواحد والاثنين والخمسة والستة طب العناصر اللي موجودة في مجموعة عين هلاقي ان هي الاثنين والاربعة والستة والسبعة بنمشي بأيدينا على الدايرة وناخد كل العناصر اللي هي محوطاها الدايرة دي طب ايه هي العناصر اللي انا قلتها موجودة في صد وموجودة في عين كمان هلاقي طبعا اللي هي الاثنين والستة طب نسأل الطلبة الأسكية اللي بيتابعونا ونسألهم نقول لهم إيه هو العنصر اللي موجود في السين والصاد والعين برافو عليك هلاقي نفسي كل ما بمشي بالديرة بتاعتي بتاعت سين هلاقي إن أنا قلت اللي اتنين مع صاد هلاقيني قلت اللي اتنين مع عين هلاقيني قلت العنصر اتنين فبالتالي العنصر اللي موجود فيه سين وصاد وعين هو الرقم اتنين تعالوا مع بعض نتكلم على الموضوع بتاعنا بتاع النهاردة اللي هو انتماء عنصر لمجموعة ونبدأ مع بعض بس نفتكر جزء صغير اللي هو طريقة السرد أو إن كانت الأول مجموعة أو غير مجموعة ونبدأ نتكلم عن طريقة السرد والصفة المميزة عشان خاطر نتطمن إن إحنا كلنا فاهمنهم كويس تعالوا نشوف كده مين فيهم بسرعة كده والوراق أو الألم في إيدينا إيه هي بتعبر عن مجموعة وإيه اللي ما بتعبرش عن مجموعة أيام الأسبوع طبعا بتعبر عن مجموعة شهور السنة الهجرية بتعبر عن مجموعة طب حروف الهجاء بتاعت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية بتعبر عن مجموعة طب الطلبة الأسكية في فصلك لا لا تعبر عن مجموعة طب مجموعة حروف كلمة حسن بتعبر طبعا عن مجموعة مثال كمان بيقول عبر عن المجموعات الآتية بطريقة السرد أو الصفة المميزة طيب لو جيه وقال لي سين وألف وره وته مربوطة دي بتعبر عن ايه؟ واحد هيقول إن هي مجموعة حروف كلمة سارة يبقى هي دي طريقة الصفة المميزة بتاعتنا طيب خمسة وستة مجموعة الأرقام أو مجموعة الأرقام اللي موجودة أو المكونة للعدد من ستة الاف ستمية خمسة وخمسين أو ممكن واحد يقول بتعبر عن الأرقام اللي بتكون العدد خمسة وستين أو ستة وخمسين كلها حلول صحيحة طيب صفة واثنين واربعة وستة وتمانية يبقى أنا ممكن أعبر عنهم وأقول إن هي مجموعة الأعداد الزوجية الأقل من عشرة حابب إنك تحطهم في رقم وتقول مثلا ستة وتمانين ألف وربعمية وعشرين أو المكونة للرقم ده حلك مظبوط جدا ما فيوش أي مشكلة تعالوا مع بعض نفتكر برضو تمثيل الأعداد بأشكال فين لارتباط الموضوعات ببعضها لو جيوا قال لي يمثل المجموعات الآتية بأشكال فين الدنيسين بتساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة فهأعبر عنها هرسم زي ما اتفقنا إن شكل فين يكون أي شكل هندسي مغلق وبحط فيه العناصر وبسميه باسم المجموعة بتاعتي فأنا هبدأ إن أنا أرسم الدايرة بتاعتي وحط الرمز بتاعي أو بالرمز بتاع المجموعة سواء كنسين أو صاد أو عين بحطه بره الشكل وابدأ إن أنا أحط النقط اللي بتعبر عن مواقع أو أماكن العناصر بتاعة المجموعة طيب اديني المرة دي الرسم وطلب مني إن أنا أحدد العناصر بقى أنا ممكن السؤال ده يجيلي بكذا طريقة طريقة ممكن إن هو يحط لي الرسم ويطلب العناصر أو العكس يدينا العناصر ويطلب مني إن أنا أمثلها بأشكال فين تعالوا نشوف كده ده الشكل بتاعي سين وصاد وبيقول لي إن إحنا عايزين نطلع العناصر بتاعة سين وبتاعة صاد طيب هتصرف معها إزاي؟ زي ما اتفقنا بمشي بإيدي على الدايرة بتاعة سين هلاقي فيها مين؟ الواحد واللي اثنين والثلاثة واربعة يبقى سين بتساوي واحد وثلاثة واربعة طيب صاد همشي بإيدي برضو على الدايرة بتاعة صاد هلاقي فين؟ الواحد والالأربعة والخمسة والستة وزي ما اتفقنا وشوفنا في الموضوع اللي فات إن لو عندي عناصر مشتركة ما بين مجموعتين فأنا بحط العناصر المشتركة ديت في النص كده يبقى الغاية لما احنا وقفنا في الموضوع اللي فات طب موضوعنا النهاردة بيتكلم عن إيه؟ تعالوا نعبر عنه بنشاط إذا كان فريق كرة القدم في فصلك بيتكون من مجموعة من زمالك فريق كرة القدم اللي بيعبر عن الفصل بتاعك هو سامي وحاتم وخالد وياسر وهاني وماهر عايزين نكتب المجموعة دي مين هيزبقني ويبدأ يكتبها؟ تمام هنلاق إن سين بتساوي طبعا هتكتبها بالشكل ده سين بتساوي سامي وحاتم وخالد وياسر وهاني وماهر يبقى دول كده عناصر المجموعة بتاعة اللاعبين بتوع فصلك طب سؤال خالد لاعب في الفريق ولا لأ؟ طبعا أنا شايفه ضمن الأسامي اللي موجودة في المجموعة فبالتالي بقول عليه إن هو ضمن الفريق ده طيب هل لو إحنا قلنا مثلا رامز موجود في العناصر دي لو فيه فصلك واحد اسمه رامز هل موجود تابعهم؟ لا مش موجود طب إحنا بنعبر رياضيا عن فكرة إن هو موجود جوه المجموعة أو أحد عناصر المجموعة أو مش أحد عناصر المجموعة بنعبر عنها إزاي؟ بنستعمل رمز رياضي اسمه ينتمين يبقى الرمز اللي إحنا شايفينه ده قدامنا اللي هو يمكننا القول أن خالد ينتمي إلى مجموعة فريق كرة القدم بفصلك ويرمز لذلك بيه خالد ينتمي للمجموعة سين اللي هي مجموعة اللاعبين في الفصل تعالوا معنا كده نشوف الرمزين بتاعنا اللي هنستعملهم على مدار الموضوع بتاعنا الرمز ده بنقول عليه بينتمي يبقى في حالة تواجد العنصر ده جوه المجموعة بنقول ينتمي للمجموعة طب لو مش موجود بعمل عليه شرطة وبسميه لا ينتمي يبقى الرمز التاني ده بيدل على عدم انتماء عنصر للمجموعة طب أنا عايز مثال يا مستر مش وصله لي قوي الموضوع ده تعالوا كده بسرعة ناخد المثال بتاعنا ضعي العلامة المناسبة ينتمي او لا ينتمي أنا مدي لك المجموعة بتاعتي بقول صاد بتتكون من واحد واثنين وثلاثة يبقى عنصر صاد مين؟ واحد واثنين وثلاثة طيب هابدأ اسأل هو الواحد موجود في صاد ولا لأ هابدأ ابص على العناصر اللي موجودة في صاد اه أنا شايف الواحد يبقى هاستعمل ينتمي ولا لا ينتمي يبقى هاستعمل ينتمي طيب اللي بعدها اتنين بتنتمي لصاد ولا لأ تمام يبقى انا شايفها موجودة ضمن مجموعة صاد فبالتالي بقول عليها تنتمي طيب اللي بعدها الخمسة بتنتمي لعناصر المجموعة صاد لا انا مش شايف خمسة خالص موجودة يبقى بالتالي بقول عليها لا تنتمي طيب هو لازم يكون جايب لي المجموعة صاد او يجيب لي اسم المجموعة وانا بدأ اشوف المجموعة واقول ينتمي ولا ينتمي ولا ممكن يجيبها لي بطريقة تانية طبعا في طرق كتيرة تعالوا ناخد واحدة من الطرق دي يلا بي ودلوقتي بعد ما عارفنا يعني ايه ينتمي ويعني ايه لا ينتمي تعالوا نشوف شكل جديد من اشكال الامثلة اللي ممكن تجيلي في موضوع الانتماء وعدم الانتماء لو جالي كده مثلا رسمة زي كده بالشكل ده وجيه وقال لي ادي سين وقادي صاد وحطي لي هنا واحد وحطي هنا اثنين وحطي هنا ثلاثة وحطي هنا خمسة وجيه قالك عبر عنها بينتمي او لا ينتمي هتقول مثلا لو قالك الاثنين والمجموعة سين هل الاثنين موجودة ضمن عناصر المجموعة سين بابدأ ان انا شوف ادي سينة هي وابدأ ان انا شوف هل الاثنين موجودة ضمن عناصر المجموعة سين يبقى هقول له ينتمي طب لو انا قلت العدد خمسة او العنصر خمسة بالنسبة للمجموعة سين برضو هل خمسة موجودة ضمن عناصر المجموعة سين لا برضو مش موجودة فبالتالي بقول لا ينتمي طب لو انا جيت قلت الرقم واحد هل هو موجود ضمن عناصر المجموعة صاد تعالوا نشوف كده نمشي بادينا أهل لقيت ضمن عناصر المجموعة صاد هلاقي الرقم واحد فبالتالي هقول إن الواحد ينتمي لصاد طب مثال كمان لو أنا جيت قلت التلاتة والمجموعة صاد هل هلاقي التلاتة موجودة ضمن عناصر المجموعة صاد أنا مشيت على صاده ما لقيتش التلاتة فبقول إن هي لا ينتمي دلوقتي يعني أنا أقدر أقول إن ممكن هو يجيب لي المثال بتاعي إما كاتب العناصر بتاعة المجموعة وإحنا بنبحث ينتمي أو لا ينتمي أو يجيبها لي بأشكال فن ويقولك شوفها تنتمي أو لا تنتمي طب كده الأمثالة خلصت أو الأفكار خلصت؟ لأ طبعا لسه عندنا أفكار كمان هنحل عليها يلا بينا تعالوا نشوف أفكار جديدة ودلوقتي بعد ما احنا شوفنا أمثلة على إزاي أقدر إن أنا أعرف العنصر ينتمي أو لا ينتمي للمجموعة سواء كان مديهالي في شكل مجموعة أو مديهالي في صورة أشكال فن ونبدأ إن أنا أشوف العنصر بينتمي للمجموعة ولا لأ تعالوا نشوف كده لو غير في شكل السؤال وقال لي ضعي العلامة المناسبة زي ما احنا شايفين كده ينتمي أو لا ينتمي وبيسألني بيقولي اللي اتنين ولا العناصر بتاعة المجموعة اتنين وثلاثة طبعا لو أنت لقيت العنصر زي ما هو جوه المجموعة يبقى كده ينتمي لو ما لقيتوش يبقى لا ينتمي طب تعالوا نشوف هل اللي اتنين موجودة جوه المجموعة ولا لأ موجودة تبقى ينتمي تعالوا نشوف المثال اللي بعده اتنين والعدد اتنين وعشرين هل أنا شايف الرقم 2 لوحده كعنصر جوه المجموعة دي لا أنا شايف الرقم 22 هل اللي 2 هي هي اللي 22 خالص فبالتالي بقول إن هي لا تنتمي طيب مثال كمان لو قال لي العدد 3 والمجموعة اللي فيها العناصر 1 و 3 و 5 هل التلاتة جوه أنا شايف العنصر مستقل كده اسمه 3 فبالتالي بقول تنتمي طيب عندي العنصر 5 و 55 و 15 اللي هي المجموعة اللي فيها العناصر 55 و 15 هل الخمسة موجودة جوه أنا شايف خمسات بس مش شايف الرقم 5 الرقم اللي موجودة هي 55 و 15 فأنا طبعا لإني مش شايف العدد 5 فبقول لا تنتمي طيب إحنا محتاجين أمثلة أكتر ونحل مع بعض على موضوع ينتمي ولا ينتمي في الشكل ده تعالوا بينا نشوف مع بعض كده مجموعة من الأمثلة وأفكار مختلفة يلا بينا ودلوقت إحنا عايزين نحل مع بعض أمثلة وأفكار تانية على موضوع ينتمي ولا ينتمي وي بأشكال جديدة وأنماط في الأفكار جديدة تعالوا نشوف مع بعض كده ضع العلامة المناسبة ينتمي أو لا ينتمي بيقولي الواحد وهنا مجموعة فيها الاتنين والواحد عايز أشوف هل الواحد موجود هنا؟ آه أنا شايف قدامي الرقم واحد هنا وآدي الرقم واحد هنا العنصر ده موجود جوه المجموعة فبالتالي هاختار إيه؟ طبعا هاختار ينتمي طيب كده إحنا عارفنا حل أول وحدة تعالوا نشوف مع بعض التانية خمستاشر العنصر ده اسمه أو الرقم ده اسمه خمستاشر طيب هنا العناصر بتاعت المجموعة دي فيها مين؟ واحد وخمسين وخمسة هل أنا شايف جوه الرقم خمستاشر؟ لا مش شايفه فبالتالي هقول إنه هو لا ينتمي للعناصر المجموعة دي طيب تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي بعد أربعتاشر وعندي واحد وأربعة واربعتاشر شايف الرقم أربعتاشر أو العدد أربعتاشر وعندي هنا عنصر لوحده كده اسمه أربعتاشر فبالتالي يكون إن العنصر ده موجود داخل المجموعة يبقى بينتمي لهذه المجموعة وأقول إنه هو ينتمي يلا بنكتب مع بعضه بنبدأ نحل عندي الرقم عشرة ومجموعة الأرقام اللي موجودة جوه المجموعة دي هي الصفر والعشرة والعشرين أنا قلت هنا الرقم عشرة وشايف كمان الرقم عشرة موجودة عندي فبالتالي العشرة بتنتمي ليه المجموعة دي فبقول إن هي تنتمي طيب ممكن تبقى أرقام بس ولا ممكن أرقام وحروف كل الأفكار موجودة عندي الألف وعندي مجموعة فيها مجموعة الحروف ألف وبيه عندي الألف أهو وعندي الألف أهو فبالتالي الألف بينتمي للمجموعة اللي بتتكون من ألف وبيه فبقول إنه هو ينتمي طيب دعالوا نشوف المثال ده كده في فكرة مختلفة هنا عندي مين الحرف ميم وهنا عندي عنصر اسمه جمل فبالتالي هنا أنا مش شايف الميم كعنصر لأ أنا عندي عنصر واحد في المجموعة دي اسمه جمل فبالتالي ماينفعش أقول إن الميم تنتمي هنا فبالتالي بقول لا ينتمي ليه لعدم تواجد العنصر بداخل المجموعة تعالوا مع بعض نشوف مجموعة كمان من الأمثلة ضع العلامة المناسبة ينتمي أو لا ينتمي تعالوا نشوف مع بعض كده إزاي هقدر إن أنا حل عليه بيقولي تسعة تنتمي ولا لا تنتمي للمجموعة اللي فيها العنصر تسعة هل أنا شايف العنصر تسعة بداخل المجموعة آه يبقى أنا هختار إيه هقول إنه هو ينتمي تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي بعده اتناشر وعندي واحد واثنين هل الرقم اتناشر موجود كعنصر داخل المجموعة دي؟ أنا شايف جوه المجموعة دي لعنصر بتاعتها مين؟ واحد واثنين هل أنا قلت اتناشر؟ لا يبقى اللي اتناشر لا ينتمي للمجموعة تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي بعده صفر وي المجموعة اللي عناصرها صفر وواحد واثنين هل أنا شفت الصفر ده كعنصر داخل المجموعة؟ بالضبط يبقى بالتالي هقول إنه هو ينتمي للمجموعة تعالوا نشوف المثال اللي بعده ونشوفها نتلخبط فيه ولا لأ؟ حرف الته وين عندي كلمة توت؟ ده عنصر اسمه توت لكن ما عنديش حرف الته مستقل لوحده فبالتالي هنا أنا عندي عنصر اسمه ته وهنا عندي عنصر اسمه توت فبالتالي دوت غير منتمي للمجموعة طيب الرقم اللي بعده أو العنصر اللي بعده 11 و 5112 هل الحضاشر موجودة أو بتساوي نفس العنصر ده؟ لا طبعا فبالتالي هقول لا تنتمي طيب مثال كمان 3 على 4 وهنا 3 وأربعة عند العنصر 3 والعنصر أربعة هل 3 على 4 بتساوي 3 وأربعة؟ لا طبعا ده كسر وديت مجموعة من الأعداد وأنا مش لاقي العنصر ده كأحد عناصر المجموعة فبقول إن العنصر ده لا ينتمي لعناصر المجموعة دي طيب نشوف كمان مجموعة من الأمثلة المرة دي هو مش ذكر لي العناصر بتاعتي فأنا ببدأ إن أنا أفكر نفسي وشوف إيه هي العناصر عشان قاطر أعرف إن كانت تنتمي أو لا تنتمي يعني أنا هنا بقول لك 5 ومجموعة الأعداد الفردية هبدأ إن أنا أفكر نفسي الأول إيه هي مجموعة الأعداد الفردية أصلا إيه الأعداد الفردية اللي موجودة عندي؟ هلاقي مجموعة الأعداد الفردية هلاقيها زي مين؟ الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة إلى آخره هل الخمسة موجودة ضمن العناصر بتاعت المجموعة دي ولا لأ؟ آه أنا شايف الخمسة هنا والخمسة هي موجودة ضمنها فبالتالي بقول إن هي تنتمي يبقى خد بالك أوقات بكون أنا جايب لك العناصر وبقول لك أنت على طول بس بتشوفها موجودة ولا لأ؟ وأوقات بكتب معبر عنها بطريقة الصفة المميزة اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده وإنت بتبدأ تكتبها عشان خاطر تشوف العناصر وتبقى الدنيا مكشوفة قدامك طب اللي بعدها لو أنا دلوقتي عندي مثال زي اللي موجود كده بيقول تلاتة ونص ومجموعة الأعداد الصحيحة هي إيه مجموعة الأعداد الصحيحة اللي موجودة عندي؟ صفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وكل الأرقام دي هل أنا ذكرت فيها كسور أو أعداد عشرية أو كسور عشرية ما ذكرتش فيها كده فبالتالي على طول التلاتة ونص دي لا تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة طب اللي بعدها أربعتاشر ومجموعة مضاعفات الرقم سبعة إيه هي مضاعفات العدد سبعة؟ فهلاقي إن أنا عندي سبعة واربعتاشر وواحد وعشرين وهكذا يبقى أنا دلوقتي كتبت العناصر بتاعة المجموعة عشان أبقى أعارف هل العنصر ده موجود معانا ولا لأ أربعتاشر شايفها موجودة هنا؟ فبقول طبعا بتنتمي ميم أو المثال اللي بعده الأول ميم ومجموعة حروف كلمة حلم طب إيه هي مجموعة حروف كلمة حلم؟ هلاقي إن هي الحا أهو وناخد فصلة اللام وناخد فصلة والميم وناخد ونقفل القوس بتاع المجموعة بتاعتي يبقى حا ولام وميم شايف من ضمنهم حرف الميم؟ يبقى طبعا بينتمي للمجموعة طيب تلاتة ومجموعة أرقام العدد مية أربعة وعشرين هكتب الأرقام دي إزاي؟ قوس المجموعة أربعة ناخد فصلة اثنين ها؟ وآدي الواحد ونقفل القوس بتاع المجموعة طبعا إحنا بنتدرب إيدينا شوية على القوس ده عشان خاطر إيدينا تاخد عليه ونعرف إنه هنكتبه صح هل التلاتة موجودة ضمن العناصر دي؟ لا أنا مش شايفة فبالتالي هقول إن هي لا تنتمي طب المثال اللي بعده أربعين ومجموعة أرقام العدد ألف ومتين واربعين إيه هي مجموعة الأرقام بتاعتي؟ هلاقي إن أنا عندي الصفر وبعد كده الأربعة وعندي الاتنين وعندي الواحد يبقى واحد واثنين واربعة وصفر وزي ما احنا اتفقنا في طريقة السرد؟ أنا ما عنديش مشكلة في ترتيب الأرقام خالص أهم حاجة ما بكررش عنصر جوه المجموعة هل اللي أربعين أنا شايفها موجودة جوه؟ لا ده أربعة فبالتالي هلقيها إن هي لا تنتمي؟ طيب تعالوا نشوف مجموعة تانية زيهم عشان خاطر نأكد على المفهوم السؤال ده معظم الطلبة بتغلط فيه تعالوا نشوف ليه؟ بيقول سبعة هل هي بتنتمي أو لا تنتمي لمجموعة أيام الأسبوع؟ طبعا الناس معظمها بيقول بينتمي طب ليه؟ عشان هو عارف إن عدد أيام الأسبوع سبعة ولكن إيه هي مجموعة أيام الأسبوع؟ هلاقيها إن هي ها هناخد مثال منها كده السبت والحد وينكمل زي ما احنا عارفين والتنين والتلاتة والأربعة زي ما احنا عارفينهم وقلناهم في الموضوع اللي فات هل انت شايف منهم الرقم سبعة؟ لا خالص فبالتالي إحنا بنقول لا ينتمي ليه؟ عشان ما عنديش يوم اسمه سبعة بمنتهى البساطة يبقى دوة مش عنصر من عناصر المجموعة طب مارس ومجموعة شهور السنة الميلادية إحنا عارفين من شهور السنة الميلادية هل مارس موجود ضمنها ولا لا؟ يبقى هو عنصر من عناصر شهور السنة الميلادية فبالتالي بنقول إن هو ينتمي خمسة وعشرين ومجموعة مضاعفات العدد ستة تعالوا مع بعض نكتب كده مضاعفات العدد ستة ها هلاقي إن هي ستة فتحت القوز بتاع المجموعة كده بتأول عنصر خدنا الفصلة وبعد كده اتناشر ها طمنتاشر ها اللي بعدها اربعة وعشرين ها اللي بعدها تلاتين وهكذا طيب هل أنا شايف العدد طبعا أنا بقى في الغاية لما بوصل للرقم اللي أنا عايزه يعني أنا وصلت لغاية تلاتين خلاص يبقى كده أنا عدت على خمسة وعشرين هل الخمسة وعشرين موجودة ضمن مضاعفات العدد ستة لا مش شايفها فبالتالي على طول بقول لا ينتمي يبقى السؤال ده بيبقى محتاج مني شوية إن أنا بكتب العناصر بتاعة المجموعة بتاعتك طب التلاتة ومجموعة عوامل العدد عشرة إيه هي عوامل العدد عشرة هلقي الواحد والعشرة والثنين والخمسة هل أنا شايف التلاتة من ضمنهم بمنتهى البساطة هل في حاجة في تلاتة أضربها في تلاتة ضديني عشرة خالص فبالتالي بقول لا ينتمي اتنين ومجموعة الأعداد الزوجية المحصورة ما بين الواحد والثمانية فبالتالي بشوف إيه هي الأرقام اللي موجودة أو العدد الزوجية اللي موجودة بين واحد والثمانية هلقي الاثنين والأربعة والستة لقيت اللي اتنين موجودة فبالتالي بقول إن هي تنتمي طبعا ما بقولش التمانية معاهم لأن هو بيقول لي ما بين الواحد والثمانية يبقى لا هاخد الواحد ولا هاخد التمانية طبعا الواحد مش هينفع ناخده عشان ده عدد فرسي اتناشر ومجموعة الأعداد الصحيحة الأقل من اتناشر خد بالك بيقولك أقل منين من الاثناشر يعني الاثناشر مش معاك فبالتالي هتقول إن هي لا تنتمي لإنك هتوقف عند الرقم اللي قبل الاثناشر تعالوا مع بعض نشوف أفكار جديدة ونحل مع بعض أكتر وأكتر على موضوع الانتماء عشان خاطر نلم بكل الأفكار يلا بينا زي ما احنا شفنا من شوية على البورد إن احنا إزاي بنقدر نتعامل مع المجموعة سواء كان من الدهالي ندين العناصر واضحة قدامي أو كان طالب مني إن أنا أسرد العناصر دي الأول عشان أعرف هي موجودة معايا ولا لا تعالوا مع بعض كده نحل ونشوف مع بعض إزاي هقدر إن أنا أحل المثال اللي قدامي ده بيقول إذا كانت سين بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة طيب إيه اللي مطلوب بيقول لي شوف التلاتة هل موجودة ضمن المجموعة سين يبقى المرة دي هو السؤال اختلف شوية إنه هو جاب لك مجموعة بتحتوي مجموعة من العناصر وقال لك شوف العناصر اللي أنا بسألك عنها دي موجودة معانا ولا لا طيب التلاتة أنا شايفها ضمن عناصر المجموعة سين آه أنا شايفها فهقول بي تنتمي هكتب كده تنتمي طيب إيه اللي بعدها هل الخمسة بتنتمي لمجموعة العناصر دي طبعا أنا مش شايفها معاهم فهكتب واقول لا تنتمي طيب اللي أربعة إحنا شايفينها ضمن عناصر المجموعة سين عناصر المجموعة سين فيها واحد واثنين وثلاثة واربعة هل إنت شايف اللي أربعة من ضمنهم تمام يبقى كده معايا ينتمي طبعا الطلبة اللي معايا وامتابعين معايا بالورقة والألم هيقى نفسهم إنه هما وصلوا لدرجة من التمكن كبيرة جدا بقى بيقدر إنه هو على طول يعرف إن كان العنصر معانا ولا لا طيب الصفر ومجموعة سين هل الصفر بينتمي للمجموعة سين الموضحة قدامي؟ لا مش موجود فبالتالي هقوله إن ده لا ينتمي تعالوا نشوف مجموعة كمان عشان خاطر نأكد على الفكرة المرة دي جايب لي مجموعتين عايز يلخبطني بس أنا متأكد إن إحنا طبعا مش هنطلخبط تعالوا نشوف كده مجدين المجموعة سين فيها واحد واثنين وتلاتة واربعة والمجموعة سات فيها تسعة وصفر وخمسة وبيقولي تلاتة وصاد هل التلاتة موجودة ضمن سات عناصر سات ولا ضمن عناصر سين؟ هلاقيها طبعا ضمن عناصر المجموعة سين فبالتالي هي مش موجودة في سات فهقول لا تنتمي طيب الواحد طبعا أنا مش شايفه موجود في سات هو بيسألني هو موجود في سين ولا لا فبالتالي هقوله إن الواحد طبعا ينتمي لي سين طيب الصفر موجود في سات طبعا خلاص بشوف العناصر وببدأ إن أنا على طول أقول يا ينتمي يا إما لا ينتمي فطبعا أنا شايف الصفر موجود ضمن عناصر سات طيب الأربعة هل هي موجودة ضمن عناصر سين؟ طبعا موجودة ضمن عناصر سين دلوقتي طبعا نبقى احنا وصلنا لدرجة من الاسئلة ان احنا بقينا عارفين لو جاب لي الشكل باشكال فين قادر انها تعامل معها جاب هالي بطريقة السرد قادر انها تعامل معها بطريقة الصفة المميزة قادر انها تعامل معها النهاردة احنا اتكلمنا بشكل عام عن المجموعات وانتماء عنصر لمجموعة اتمنى ان احنا في خلال الايام اللي جاية ان احنا نبدأ نحل اكتر واكتر في كتابنا ونبدأ ان احنا نحل الامثلة اللي احنا شفناها دي كتير ونتدرب عليها عشان خاطر نقدر ان احنا نواجه اي شكل واي لون من اشكال الاسئلة وفي ختام الحلقة اتمنى ان احنا نكون استفدنا واتمنى ان انا نشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية كتير الى اللقاء